أعلنت السلطات الأمريكية منع حمل أجهزة إلكترونية داخل مقصورات طائرات تسع شركات طيران قادمة من ثمان دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الولايات المتحدة بررت الإجراء بمخاطر من حدوث اعتداءات يعمل الإرهابيون على تنفيذها من خلال أساليب مبتكرة حسب ما أوضحت وزارة الأمن القومي الأمريكية وأضافت إنه تم بحث الإجراء لعدة أسابيع وأعطت لشركة الطيران مهلة 96 ساعة أي أربعة أيام أعتبارا من السابعة بتوقيت جرينتش من يوم الثلاثاء شركة الطيران التي يطالها الإجراء هي الملاكية الأردنية، مصر للطيران، الخطوط التركية، الخطوط السعودية، الخطوط الكويتية، الملاكية المغربية، الخطوط القطرية، الإمارات وخطوط الاتحاد شركة الإمارات أكدت أن تنفيذ القرار الجديد يبدأ يوم السبت ويستمر حتى الرابع عشر من أكتوبر تشرين الأول المقبل ويفرض على جميع الركاب بدون استثناء، جميع الركاب، فالقرار لا يطبق على طاقم الرحلة والطيار والرحلات التي يفرض عليها الإجراء هي القدمة من دون توقف إلى الولايات المتحدة من عشر مطارات تم تحديدها حسب المسؤولين الأمنيين الأمريكيين لشكوك في تجهيزاتها الأمنية هذه الرحلات طويلة يحتاج الركاب أن يشغل وقتهم بشيء مفيد أما الأجهزة الإلكترونية التي طالها الإجراء فهي أجهزة الكمبيوتر اللوحية والمحمولة ومشغلات أسطونات الفيديو الرقمية المحمولة والكاميرات يمكن شحنها في الحقائب بعد فحصها لكن لا يسمح بحملها على متن الطائرة يسمح بحمل الهاتف النقال فقط والأجهزة الطبية القرار مزعج لكن سنعتاد عليه كان فرد قرار مشابه عام 2014 على الرحلات الجوية القديمة من بعض المطارات الأوروبية شركات الطيران الأمريكية ليست مشمولة بالحظر لأن أي منها لا تطير من المطارات المحددة بالقرار ترجمة نانسي قنقر